من المنطقة جداً أن التيار الصدري لا يرد على رسالة المينان هذه لأنه من تبنى سابقاً نظام الدوار المتعددة والصوت الواحد غير المتحول وبالتالي كان ما هي ضربة موجهة للتيار الصدري وحلفائه السابقين فبالنتيجة التيار الصدري لا يرد لكنه في الوقت ذاتي سوف يستخدمها استخداماً سياسياً صحيحاً في الفترة المقبلة وخاصة التقريدة الأخيرة تشير ظنياً إلى أن الصدر استعد للمرحلة المقبلة استعداداً بكامل قوى وتقره السياسي والجماعير وبالنتيجة قانون سانتليغو على المساوى التي ذكرت أيضاً يخدم التيار الصدري والتيار الصدري المتمرس في كيفية استثمار هذا القانون والقوانين الأخرى لأنه صاحب جمهور ثابت وقابل للزيادة وليس قابل للنفسان ويعرض كيفية أنه يستثمر هذه الطاعة الجماهيرية بتقسيمه وفق ما يخدم التيار الصدري وفق أي قانون سوف يأتي لكن هذا القانون سوف يضر المستقلين ويضر الأحزاب السياسية الناشئة لكن في الوقت ذاته يمثل فرصة أيضاً مثل ما يمثل تحدي لهم لأننا شهدنا خلال هذه السنة ونصر تحبيباً من وصولهم أكثر من أربعين نائب مستقل ومجموعة من الكتل الصغيرة من الأحزاب الناشئة شاهدنا أنهم فشلوا في تجربتهم البردمانية لأنهم لم يستطيعوا التوحد وتبني قضية واحدة على تخدير كيف